اختتمت بجامعة محمد بوغر ببومرداس فعالية مشروع كوفي والذي يعني البناء المشترك لعرض تكويني غايته فرص توظيف عالية هو إذن مشروع هيكلي وطني ممول من طرف برنامج إيراسموس بلوس كافاستي بويلدينك إذن ممول لمدة ثلاث سنوات هدفه السماح للمتخرجين الجزائريين الشباب الحصول على منصب عمل بتكييف التكوينات حسب احتياجات القطاع الاقتصادية منها والاجتماعية عن المشروع أهدافه وأبعده تحدثنا كنزة حد حمدرين في إطار تدعيم الشباب الجزائري للحصول على فرص عمل وبشاركة مع جامعة محمد بوغر ببومرداس أطلق فريق من الباحثين مشروع كوفي تبنته جامعة مونفولي بفرنسا وهو مشروع يفتح للشباب باب التوظيف بعد التخرج موسيقى ونا حددنا ثمانية عشر لسانس 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 والحصي لا وشنه هي اليوم هي سبعة عشر 17 لسانس 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 هذا المشروع كان تسعة جامعات كل جامعة سانس لسانس لالحصي لسانس 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 آقاء من المشروع والمشروع جزالين ! كوفي هي اختصار للبناء المشتركي لعرض تكويني غايته فرص توظيف عالية وهو مشروع هيكلي وطني يضم 17 تخصصا ممولا من طرف البرنامج إيراسموس بويلدينج يمكن المتخرجين الشباب من الحصول على منصب عمل حسب تكويناتهم كوفي تحفظونا وللخواهً لأننا تحفظونا على مقارن موضوع ومقارنة إنні صسخة الناس وطنيكلي على تحفظونا على تحفظونا على مناسبات أية تعالى في لتنام مستقرات المشروع وأعرف سواجه في المنزل وشرح我有 انت implementations على مناسبةٍ بالنسبةً على اختصار موضوعات وتعالى معنافياً وطنع مجرد اشتركوا في القناة من طرف الطلباء والباحثين لكن الأهم من ذلك هو تسليم الشعلة للجامعات الجزائرية الأخرى لتولي هذه النماذج